موسيقى علي انت فين؟ انا قليت اما ملقيتكش جنبي اتخضيت انت من امت بتشرف سجاي؟ علي خشي نعم يا حياتي انام ازاي يعني وانت عامل كده؟ ما لك يا عين؟ الآن الآن من ايه يا حبيبي؟ قولي وانا شيل عنك انا مش عاوز اشيلك الهم انت كمان منت كده يعني طمنتني ما انت قلقتني من ساعة ما قمت من جنبي وقعد قعدتك جديد بعدين انا ملاحظة كده اني بقى لك كام يوم مش على بعض في ايه يا علي؟ اتكلم من هنا لازم افهم بكرا لازم اعمل اللي اخوك قال لي عليه فواس؟ قالك ايه؟ ضيطة دماغه اصبت له نفسي بس بيني وبينك يا حياتي انا اريب اوي اريب من ايه بس يا حبيبي فاهمني؟ بكرة حياتي يوم صعبة اوية. خايف. خايف بدل ما اكشف لدي الكلب دول تطبل على بماغي. تقصد الناس اللي بيزنوا عليك. وفي غيرهم كلابها ريالي. ريالي. نوي تعمليه. اتأخرت كده لي يا استاذ علي. معلش اول ما سألت على العنوان ووصلت يانا. تاضل السراية. الاستاذ محمد حسين اعتقد تعرفه كويس من صور اللي عندك في الملف. انا سهل. قد نجيت لحد عندك. انا طلبت يا استاذ علي. عايزين بقى نخلص من الحكاية دي. الاستاذ علي من اكفى الموظفين. واعتقد يا باشا انها بقى له شغل معك كتير اهوي. وانا عنية لي. بس هو اللي خمصنا. جبتي فلوس. ملفي معك. افضل. وين الفلوس ايه. 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 ماشا استاذ علي. ايه. 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 ا و لازم نرجح حقنا على النشف و انت قم صدق ان فواز هشربها على النشف فواز عقره و ادماغه توزم دلت اه و احنا تلاتة ادماغنا بتوزم قرب عالها و بعدين ما تنسوا ان كن ولاد عمه من لحمه و دمه و بعدين قوة بده تكونوا جامبه مش ضده برضو ما فهمناش مكسبك انت فين يا عم الجن اقولوك ما انا بقى مكسب الجن فين فواز العربية جازح حق ماشي يا شهاته اظن كده عدانا لعب و ازح ابن عمي ما تزعلوش مني ياولاد عمي انا محبش احكم عمياني كان لازم اسمع واشوف بنفسي دي الو صوت هديك يا عم سمعت بودانك وشفت بعنين كنت اكدت من سلامة نياتنا يا فواز الرجل كان هيددينا فلوس متلتلة الله يا كان جايب لنا مصالح لليها اول ولا اخر ما تخليش لو احد يحتاج لحد لا اله الا الله معايا المكسب اكبر والمصالح اكتر وبما يرضي الله ياه ازيها يعني من بكرة الصبح ان شاء الله تطلعوا عالشركة تعافلوا مرسي وشحاتك وهم هيفهموكو تعملوا ايه نعمل ايه في ايه يا ابن اسمع الكلام وروح الاول وازا عجبك الكلام اعملوا ولو ما عجبناش هيبقى لينا كلام تاني يا تسوق هيبقى لينا كلام تاني يا حبيبي اهدى بس يلا انا راح الشركة تيجو اوصلكو لا تكع الله ربنا اوصر طريقك بس ولا رفاع اوصد شعبier مش ولا رفايا من انت راك تعمل ايه اههههة اخيره اخيره يلا احكيم الله يلا بينا اي شي حدي وسع يا عبد اوةى اوس�� وسع ق vivo يلا الأن انت دمو خفيفة اوعHiامономك ده يا ااخي يااااااااااااااا اخيرة شميت نفس يا فندم ب Sav trem باللي انت عملته ده نجيت نفسك من فخ كان من صبلك وكان محكوم على الآخر فخ فخ ايه فاند؟ جواب من مجهول بيقول انك هتاخد رشوة من ناس ليجوا مصلحة وكان محدد المعاد والمكان بس انت سبقت بقى وبلغت يعني هما كانوا شفت بقى كان عاملوا فيك ايه أستاذ علي؟ طب هستفيدوا ايه؟ دول كانوا حيموتوا على اللعبة دي دول ما صدقوش نفسهم يا فاند من انا وفيت ان انا قابلوا طعم كانوا بيجمهوا لك عشان يثبتوا عليك الرشوة وتروح في ستين داهية بقى نهر سود طب كانوا يكسبوا ايه من الحكاية دي بيقولوا يخلصوا منك واللي هيجي بعدك يمكن يكون اسهل لكن انت طلعت اسكى منهم واقعتهم في الحفرة اللي هم عملوا هالك لو ايه جبت صاحب المصلحة بنفسه عملت كده ازاي يا أستاذ علي؟ ها مدولش كده علي انت يا جزختي يعني يا اخويا وربنا العالم مع ذاتك عندي يا دي يا علي واللي انت عملتوا معايا كله ويأكد على كده حك لا يا عم انا ما عملتش حاجة يا عم انت هتورطنا انا اديتك النصيحة وبس نصيحة ايه؟ بانت اديتني سكينة كانوا ناس بسكنها وسنينها وحطينا على رقابتي وجبتلي رقابتهم تحت ايهيتي لا هحاولوا ولا قوة إلا بالله لا هحاولوا ولا قوة إلا بالله يا عم بلا سكينة يا ولدي ياولو انت بس اللي قلبك هافيض منظيف محترم عشان كده ملكش في السكك العوجة ديه ربنا يكرمك يا حاج فاضح ان انا عطلتك كتير بسكن لازم اجيب وتشكرلك بنفسي وبقول ربنا يقدرني على رد جميلك اللي في رقابتك الجميل ده انت بترده كل يوم طول ما انت صاين الأمانة ومرأة ربنا فختي انا عارف انا عارف انك صاين الأمانة وعارف انك بتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تسعيدك انا عارف بحس ربنا خليكوا البعض خليك يا كزوختي خليك يا حاج شفت بقى اخويا قلبه عليك ازاي فواس ده دماغه توزن بلد ابن سوق كده وفاهم تدابير وقلعيب الناس دي ويا ما شاف من اللي زيهم لكن دايما ربنا بينصره عشان قلبه طيب ونيته صافي وهو نصرك انت كمان يا عاي عارف حيات اول معرفت اللي كانوا بيدبرهولي قلبي كان هيوقف يا نهار سود يا انا كنت سمعت كلامهم كنت روحك في ستين داه يا لا يا عاج اللي معرف بنا عمره ما ينضم أبدا ومن يتتق الله يجعل لهم أخراجة ايى يا عاج هننسى كلام ربنا بقى ولا ايه ونعم بالله يا حياة